مو طبيعي شو حلو هالغطة أنا شي مرة جبرتك تعملي شي أو منعتك عن شي هيا بس عم تعمل هيك لحتى تخرب زواجنا أنا هلبنت ما حبيتها حيدار خليني يقلك شي حبيبي إذا أي حدا بيفكر أنه بيقدر يعمل مشاكل بيناتنا فخليني يفكروا أنه نعم ينجحوا بهذا الشي المهم أنه هالشي ما نصح ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله يستاهلوا كده الحير ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله أنا شفتها فاتت لهون بس ما أم مقدر تلاقيها يا دورة منيح وقت تلاقيها فوراً انتبعت لي صورتها هاي البنت ما لازم تهرب منها في المرة أنتفهم علي شو عمل لك أنا مبارح نزيت على الجامعة أنا حتى أمزعي مستحيل لك انت جنيتها الآخر إلي شو عم تحرص غرفة نوم حيدروا دعاء شو اللي عم تعملوا؟ لا الحلوة جوا قصدي يعني رفيق الدعاء جوا عم تغير تيابة هي عم تغير تيابة جوا؟ طيب حضرتك ليش واقف هون؟ يلا روح لعند رفقتك أنا بجيبها الحفلة روح بس أنا روح يلا ماشاء الله على فكرة أنت طالعة بتجنيني هذا الغطل اللي مكتوب علي حيدر بس هذا بينحط هيك هيك صار أحلى بكتير أنت أنا كون أمولا روحا آآ السلام عليكم وعليكم السلام كمان شكرا إليك وهلأ رح تبلش المشكلة لك هذا مكتوب علي اسم حيدر مو دعائي اللي كانت لازم تلبس هذا الغطا؟ لازم تنبسطي من هالشغلة يا قليلة الفهم شو ما عندك مخ؟ أنت بس تخيالي قدش حيدر رح ينزعج ويعصب ويددايق لما يشوف هاي البنت وهي لابسة الغطا اللي مكتوب اسمه عليه أمشي لأشوف تعرفي شو الحفلة ما راح تكون حلوة إلا لما حيدر يعصب ويكسر الدنيا صراحة نور أنا صبري قليل وماني قدراني استنى لوقت ما حيدر يشوفها البنت لابسة الغطا اللي مكتوبة عليه اسمه ولا قدراني استنى لأشوف شو بده يعمل فيها موسيقى يا النص يا رشي شو في شوها مين بتكون هالبنت يا ترى ليش لابسة الغطا اللي مكتوب عليه اسم حيدر؟ موسيقى